بعد الدمار في البنى التحتية الذي خلفه الإرهاب تعاني محافظة الأنبار تدهورا كبيرا في القطاع الصحي فلا رعاية ولا خدمات ولا أدوية ولا مراكز صحية ولا أبسط المستلزمات الحياتية والقائمة تطول وزاد من سقف هذه الحالة المأساوية المشاريع الوهمية التي تخللت هذا القطاع المهم محملة المواطن مزيدا من الأعباء دار الصحة الأنبار شنو خطة عملها اليوم نكتشف مرض السرطان المتشر بصورة كبيرة جدا من محافظة الأنبار الولادات الدستير كلية وكتشوات خلقية صحة أنت كصحة الأنبار شنو خطة عملكم على هذا الموضوع ماذا أعددتم؟ ناشد الحكومة المحلية بالضغط على دار الصحة الأنبار واللجنة الصحة في مجلس محافظة أن تضع خطة عمل حول مواضيع الأمراض السرطانية الأمراض الوراثية غلاء الأسعار مستشفيات لا يوجد هل من المعقول القطاع الخاص من القطاع الحكومي حد 4 أو 5 مستشفيات أخرون تساءلوا عن خطة العمل التي تتخذها صحة المحافظة مستغربين في الوقت نفسه من بناء المستشفيات الخاصة وإهمال الحكومية التي تستقطب الفقراء المستشفيات على وضع الصح بالمحافظة المستشفيات بالنسبة لها يعني وضع تعبان يعني هسا عندك المواطن هنا يطبع على الدكتور يعني يطلع 300 أربعمية ألف دينار مرات يعني يذب هذ المبلغ وتسألوا يقول لك ما بقى عدي فلوس يعني تحليل واحد 125 ألف دينار هواية يجزين المستشفيات ليس مستشفي حكومي يعني هنا ليش قالوا لا حكومي وبالنسبة المواطنين والله يمتأذين يعني شغلة الدكاترة والمستشفيات تروح المستشفيات يقول لك روح أطلع أشتر العلاج من بره ليش يشتر العلاج من بره المستشفي شنش يقبل ما مستفادين كل شي من موجود الحالين هو المدير الصح ما الأنبار وماكو عناية قوية على الأنبار خلاص بالمستشفى الصحة عدنا بالرماية الصفير وماكو أي عناية علاج بالمستشفى ماكو يروح أشتره من بره يستمعون عمليات كلها على الخاص إذا هذا الفقر ما عنده مين يجيب عملياته وتقلبها والله مقبط والله حاجة كسره فهذا سنة لأن هذه السنة المريض يموت مجلس محافظة الأنبار انتقد مؤخرا وزارة الصحة لعدم تقديمها الدعم الكامل للمحافظة رغم ما أصابها من دمار كبير في البنى التحتية للمؤسسات الصحية مشيرا إلى أنها قدمت 40% فقط من احتياجات المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر